اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خامسا بوابات الفحص الالكترونية تصدر البوابات الالكترونية مستويات منخفضة من الاشعاعات الايونية الضرة فتعرضك للاصابة بالسرطان كما تتضاعف فرص الاصابة عند الاطفال وكذلك معتادي السفر الذين يتعرضون لمئات المرات من الفحص الاشعاعي رابعا اقمشة البوليستر تؤدي اقمشة البوليستر الى اضعاف بصيلات الشعر مما يسبب تساقطه خاصة لدى سيدات اللاء يرتدين غطاء الرأس المصنوع من تلك المادة ويؤدي ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من البوليستر الى اضعاف وانخفاض الحيوانات المنوية الامر الذي من شأنه التسبب في العقم عند الرجال ثالثا مكعبات مرق الدجاج تصيب مكعبات مرق الدجاج بالسمنة كما انها تحتوي على مادة شبيهة بالنيكوتين تسبب الادمان وتناولها بصفة مستمرة يؤدي الى تدمير خلايا المخ خاصة لدى الاطفال كما انها تسبب ايضا الاصابة بسرطان المعدة والقولون وارتفاع ضغط الدم والسكر ثانيا العطر تحتوي العطور على مادة الفثاليت التي تساهم في التأثير السلبي لنمو الاعضاء التناسلية عند الذكور ويترتب عليها امراض الحيوانات المنوية بعد البلوغ كانخفاض عددها مما يؤدي لضعف الخصوبة لدى الرجال اولا المكياج المكياج يعد اداة لا غنى عنها لدى الفتيات وكما انه يعمل على ابراز الجمال فان له اضرارا ايضا حيث يعمل على ظهور الحبوب وتهييج البشرة خاصة الذي يحتوي على اي من المكونات التالية الالوان الاصطناعية ويرمز اليها ب لانها تهييج الجلد وتسبب ظهور البثور ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اسرار لا تعرفها في امان الله